حالة حالة بصراحة الأعصاب كنا مع الصميين كاملين نشوفو ونتفرجو في الحلقة اليوم على باركسي لا نطلبو الصوت نشوفو الأمر كي كانت طارت معا ملكة ناظراني ايه واقول شي حاشا لا حاولا ولا قوتين كان بسحن ضادر وصعيب تهضر ما عاجب حال هذا وانت مقصي صعيب تهضر صعيب أرى الله يحسن العوان زي إذ من اللي كتكون عندك واحد الهدف كبير والأمل اللي الكبير وكتصدم نضيضرات ربع كان عندي نضيضرات سرعة كنت لكبت شي هذا ولكن كان حيضم حيش كي يعكسوا لي الإيضاءة اللي كتكون كتبا هنا كنت كنكون قريب من اللي كرو اللي كنكون خدام به السلام عليكم الأصدقاء السحية لكم ومرحبا بكم في هذا البت المباشر اللي بصراحة ما كانش غادي يكون اليوم هاد اللايب ما كانش مقرر على أنه يكون صافي كنت اليوم مع ما غاديش ندخل لقال مواقع التواصل الصوت مزيان بما فيهم حتى القناة اليوم ما كنت محتاجة لأنني نبقى كنت سنت الراسي ونشوف ونسكت صافي هذا هو السيناريو اللي كان عندي اليوم أفراسي أه أه لدرجة أنه العنوان ما قدرش نكتبه العنوان قلست مولى في العنوان كنكتبه في دقائقه في جوج دقائق العنوان بوحده خمسطعش دقائقه ونقاس كنفكر شنو غادي أكتب اه من مور هاد الفيديو غبرت غبر اللي طويلة وبصراحة كنت ممرت كنت ما بقعت عندي قانل تشي حاجة ودلال اللي متبعيني فلانستاقرام راهم باقي العاقلين كنت درج واحد استوريات حالقة بالمحتوى اللي نقدم وهذا كان فيهم معنى دير واحد كاسيطة واحد طرق طويلة هادوك تعبير بأنه الكاسيطة ديمة كتتعاود طرق طويلة بمعنى أنه كان طرق تابعنا بزاف باش نوصلوه باش ننجحو هادوك كيلي قالي اكتيفيتي المود دير البادراري ولي كيلي كان عنده معنى وربما أول مرة نشرح لمعنى هو هادو كيلا الاخوة بزاف اللي فهموا المقصود من هادوك تصاور بالطبط حيش كان فيهم ميساش اه وكان اعتقدر من الدليل اللي تصلوا بيا كان اعتقدر منكم بزاف الاخوة ما ما قدرتش نجاوب فكان اعتقدر منكم فقط حيث ما ما بغيتش نبارتاج معكم السيلوية واحتى من مور الماتش ما قدرتش ندخل المواقع التواصل وما قدرتش نطلع في لايف غير باش ما ما نعطيكمش السيلوية فالسيلوية كان حاول نخليها الراسي ونعطيها ايجابية فالناس يستهلو كتر خاصة المغاربة على هادشي اللي كيديرو يستهلو كتر يستهلو يستهلو يفرحو يستهلو كل الخير نستهلو كتر ونستهلو نفرحو لكن الحمدلله لقدر الله ما شاء افعل تذكر دازشي لاحظ لما نعرفش حال الهال الوقت دازشي نحسب الوقت هاد الوقت الي دازشي شوية يمكن ان تفرج ان او حد صديق ديالي تحيي لي اسم ديالي عالي سعفان عاوني بزاف باش ما نتعدبش حيث ادخلت في واحد الحالة صعيبة وبقى معايا تصور من اللي بقى معايا عرض عليا باشي ناكلينها ومعنا ماكلها مع الصبوك التاكور العذاب الشريط ومن اللي سالينا لماكلها قلت له صعفي اخويا غير حاول تمشي باش تانا نمشي في حالي صعفي تا بغى يتفارق معايا وورا باقي يشاهد لدابة ولا بغى يدير واحد استورة يؤكده في الانستغرام يدير تبغى يمشي وقال لي اللي والو ما نخليك شب وحدك ولا اعرض علي يمشينا لواحد القهوة في جنب الواد في سبب في قناع درا تار صعفي تاكد بان اني رتاحيت مزيان عاد خلاني جيت في حالي الدار كنت تعذب وكتفكروا ذيك السيناريو ذي الماتج هادو من اللي كتراشي حاجة خايبا المنتخب انا شنو كيوقع عليا كان تعصب وكان قندور في واحد الحلقة مفرغة كان قاعديني نتخيل فراسي الماتي الله يبدا الماتي ملعوب كن كادا كن كادا كان تقصينا عاوتاني كان نتعصب ونصرطها عاوتاني كان ندخل عاوتاني في ذيك نفس السلسلة الماتي الله يبدا الماتي ملعوب كن مضياش كادا كادا تقصينا هادو كيبقات هاد الحالة هادى انفية واش ماراضية كاتهلكني فكمية تقصى المنتخب كاتهلكني المدة دي شع عشرة ايام عاد كن استوعب وانا مريض عندي مرض مزمين اللي هو القولول العصابي جاني بسباب المنتخب في الفين وتسعة عاش من اللي كان معنا ايرفيرو نار اللي تقصينا مع بينين وغادي رجع لذاك النار غادي يبال لكم عندي واحد العرق في عيني النار اللي كان يكون معصب والحالة النفسية اللي يمشي يديك يخرج بخطرك يبغي يطرطق والنار اللي ندير رياكشن على ذاك نوات غاديبان فهذا النار كندير اللي ندادر ما بانش خلنا نرجع الروشد دينا والعقل دينا ونهضروا منطقيا الفيديو اللي اول كان فيه واحد جوز كبير غير ذي كنت نخرج ذاك الشي اللي كان عندي حيث كنت بالصحة مقلق وده با جبت هاد الفيديو هادا اللي هو فيه الفيديوات لقاطات من الماج ضد ميصر باش نهضر عليهم وده با وصلت حتى الاللقطة حيتي اللي فيها الحديد ديالي على الفيديوهات هنا غادي نمشيو باش ننادروا على اللقاطات ديال الماج ميصر والمغرب فنمشيو على باركات الله صلاح كان خاوي بوحده في مربع العمليات تسولوا على الحد ذي في الموضوع هذا وعلى اللعبة قال ليهم باللي معرفتش على صلاح كان خاوي بوحده في مربع العمليات هادي ندو الصحة فيه كان ديرها واحد خالوزيج كيبرر ماذا اللي ما عندناش الفيديو ورجعوا لي ده بالبرتاجي معاكم الفيديو ونهضروا على هاد القاضية هادي ديالي صلاح كان بوحده مربع العمليات في الوقت اللي كانت الكرة ديال المنتخب الماسري اللي هي من اللي ضغطوا علينا مزيان وبها جابوا التعاد ها نمشيو هادي الكرة اللي جا منها البيت ديال ديال المنتخب ديال الماسري مرموش هو اللي غادي العب الكرة التابتة شكون اللي خرج هنا خرج اللاعب صلاح شكون اللعب اللي معاه ها هو حداذي هاده مونار الحداذي هو اللي يجي تابعوه بمعنى اللعابة رهن مكلفين ونحطوه الناس في الصورة في الكرة التابتة الكورنير خاصة كي كل مدرب كيدير ديفاع المنطقة وكيدير د Tennessee ديفاع المنطقة اما تختار تقنعوا كليا ولا انك كتكلف فقط ثلاثة دي اللعابة ولا جوج هما اللي كيديرو دفاع المنطقة واللعابة الاخرين كيبشو كيديرو دفاع راجل لا راجل دفاع المنطقة هذو كل اللعابة اللي كيتكلفو واحد كتحطو في البديا دي القائم الاول والاخر كتحطو في القائم الثاني وما كيوقفوش حدا القائم لا كيوقفو حدا هذك الميطر هذك الكاري الصغير اللي كيتسمى خمساد الميطر وخمسين باش لكانت كورة قصيرة كيسبق لي هاللعاب اللي واقف اللول ولكانت كورة طويلة كيكون مع هاللعاب اللي كين في القائم وداباك نشوف البالون كيفاش حطو مرموش نور مرموش الكورة خارجة من هذك الربع الدائرة ديل الكورنير والقانون دي للي فيفا كيقول الكورة ديل الكورنير مخصاش تخرج من الربع الدائرة مخصاش تخرج من الموحد ديلة كامل مخصاش تخرج يعني خصاش تخرج يعني خصاش تقاتيمة وإذا تلعبات وتماركات رح ممكن الحاكم المساعد ذيل الفار يرجع ويعطي إشارة للحاكم ويلغيل هذا هذا هو اول مرة اللحظة من اللي بتقصينا مع مصر ما لحتاش ودابا لحتاش يدابا قدامي الكورا ولكن من هاد الزاوية كتبان خارجة من الزاوية افوقية وشتبان خارجة ولا ما عاربتش شنوبان ليكم ربما الخكار خاصة ما يرجعوا لها تشاف امتاع الثاني شكون هم اللعابة الفعليين اللي خدموها في جامع المعاتات اللي لعب المنتخب المغربي وبالدليل اللي هي جامع الكورا التابعة اللي كانوا ضدنا ارجعوا ونشوفوها اللحظو ونقتنعوا بامر واحد كان المدريب كيحط يوسف النصيري عليها كان كيدخلو على الودي الطويل كيحطو في قائم الاول ماشي في قائم الاول خمساد الميتر وخمسين الاولة الجوز الاول اللي في اتجاه الكورا ونيف اكرد كيحطو في الجوز التاني اللعابة الاخرين كان كيفرقهم في الكاري على اللاعبين دي الخصم كيديرو الماركاج واحد مع واحد نكملو اللقطة هنا الحدادي وهذا دالي على هذا هادر اللي كان قولو فهو عنده اوامر لانه يدير رقابة الصالح هنا هوا عندنا لعاب لي ديجا واقف هنا حيتكون ما كانت تعدموني الحداد يدير رقابة الصالح ما غديش يتبعو هاللي غديجي هو هاد اللعاب لي انا كنشير اليه هو هاد اللي غديجي عند صالح حيتخرج الكورا هاده اللي نورمان مخصو يتبعو هاد الحدادي واش عندو اوامر يبقى في القائم الاول نشوفو 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 احنا الناق شو نشوفو هنا تلعبات الكورا هاده حاكيم محطوط هنا الاخر الشي واحد الكورا واللي خصو يخرج لها ولكن هنا الحدادي واللي خرج الصالح بمعنى انو عندو تعليمات يلعب معه صالح في الكورا التابتة هنا شوفو معايا صالح هوا راجع شوف الحدادي كيفاش راجع يعني هوا راجع بنفس الوضعية الجسم دي الصالح راجع معا ورد لي البال بش ما يقول بوش هوا هم بجوجهم باقي الراجعين هوا حاكيمي ارجع لجيال اخرى صافي حيث هاد بلاسة اصلا خوات ديالو هنا هوا راجع صالح هوا راجع مالحدادي هوا الحدادي ها صالح هنا شنو غاديوقاع اللعاب ديالو مرموش غادي تير كورا اللعاب ديالنا الاخرين هوا والكورا كبالية هاية كبالية خارجة من الربع دائرة هههه ها اصلا الكورا ممحطوطهش في البلاسة اللي خصيت تحط فيها خصيت تكون على هاد الخط هادا او لداخل دائرة ون الربع دائرة هي محطوطه في الخط ولكن خارج الربع دائرة هات راجع لا راجع هنا غدا التلعب الكورا هاي تلعبات ان حبسه هنا هنا عندنا هاد لاعب معه لاعب بالضغط هو ماسينه وغاد يرجعون وضحوها بي دقة سايس معه معه اللعاب ديالهم سليم املح معه اللعاب ديالهم وهنا وحد لعبه هو بوحده مش كون هو هدا كوا صلاح شكون لي كان خارج معه الاخوة فاش بدات الكورا تلعب شكون كان خارج معه الحدادي هال الحدادي فنوقف الحدادي وش كانت عنده مهم يدير رقابة القائم الاول وبالدليل اللعاب اللي كيعطيه تعليمات مدرب وحارج كو كانت عنده بالصح رقابة القائم الاول ما يتبعش صلاح يصل مرمى علي انه يدير رقابة القائم شنو كيدير شنه هي الوضعية ديال اللعب فين كيوقف هدو القائم اللعاب كيوقف لاصق مع القائم كيوقف لاصق معه وكيقدر اللعاب يستعن بالقائم يشد فيهم زيان وكيشي لعابك يشدو تفش بقا وكيبقى ولاصقين مع القائم حتى كتفرج الكورة هنا مو نير حدا دي ما كانتش عنده تعليمات يشد القائم وحتى لا كانت عنده تعليمات يشد القائم رعي لاش خرج مع صلاح إذا انت هرسي ذلك تعليمان كارنه يحمق أنا يجري وزيش خرج معه حاكمي حيث التعليمات ذي الحاكمي ولا يغطى هذي البلاس هنا ما كانت عنده تعليماتي ذي القائم الأول كانت عنده تعليماتي لعب معه صالح والدليل راه درنا عليه خرج معه و ذا بمليل كورا مشاهد تلعبات هو اسمح في صالح مشد لا صالح و مشدش القائم الأول لكن من المفروض إذا كانت عنده تعليماتي بقى في القائم الأول حسي يدخل هنا ويوقف لعبات كورا لعب مع العب، شفوا معي هدل العب هدل اللي مشاد في اليدين هو هدل العاب ديانه اللي هو ايمن برقوك هادل بجوش هدل اللعب سميتو محمد عبد المنعيم و هدل العب ديانه سميتو ايمن برقوك شدوا من يدو عرفتو شنه لقاح جوج لعب ديانه اللي ملعبوش الماتشات كاملين ديان الكان هدل خرجو علينا في هدل هدل وده بتخيبير الكبير اللي حمقاتنا وهي سبابنا بش تقصينا لعبتهم وماتشت كامل معطيتهم تدخيقها لبديل لا رسمي وماتش الحساسية مع مصر معروفة ومعلم انهم اللقصونا في الفين وسبع عشر ولعبتهم كنت يموصر تلعبهم فشنو ما تساين لعبهم ما داخلينش في المنظومة دي الفرقة زائد دكساعة هادو ما كانوش يلعبوا معانا وزائد ما كانوش يلعبوا مع الفرق اللي كيلعبوا فيها اه وشنو كتساين هادساين دوز العادي يخصد دوز ما يصر هادو العادي هنا ايمن برقوق ها هو الكورة الجاية ها هو اسمح باللعاب دياله اللي كان دير له الماركاج هاد يضرب الكورة براسه ها هي ها هو ضرب الكورة براسه بونو حيدا وصالح ببوحده رجعه وماركاجه نعوده الحد دي هنا صو يلعب مع صالح ها هو مبشيش القائم الاول اللعاب اللي عندنا هنا يا كله اللعاب مع اللعاب نطلقو نطلقو شوفوا معايا الاخوة لاحظوا معايا الاخوة رضوا البل واحد القادية سمحوا لي طعط لي الكاميرا هنا نكملو سيارة خير حجمي صافي كان عندي اوحد مشكلة دي الكابل دي الكاميرا فهذا برا ختم نكملو اللقطة دي هنا هنا يكون اللعاب معاها اللعاب ها برقوق مع اللاعب عبد المونعيم دي له ها الكورة اللعبات ها هو اسمح فيه اي ضربات صالح ببوحده عودة والبسؤولي دي الحد دي يتم هنا لاحظوا ها برقوق معاها اللاعب عبد المونعيم هذا ايمان اشرف معاها ساليم املح هذا مصطفى محمد معاها سايس وهذا عمر السولية معاها ادم مسينا القائم الاول في الكاري الصغير عاطيه المسئولية المدربة عاطيها النيوز والقائم الثاني عاطيها النيف اكرد علاش حيش مولي طوال مولي الحد دي هنا سهاء وهنا يبرقوق شوفوا التحرك دي البرقوق كيفاش غادي يكون شوفوا الكورة هنا المسئولية عوداني دي النيف اكرد من اللي برقوق صاف يسمح في الالتحام البادان يسمح فيه بحكم انه برقوق كان لقف حداه بحل بغاي بغاي يغطي على الدور دي البرقوق ها هنا يهنا ولا بغاي ويت ضرب مع برقوق بغاي حيي البرقوق باش يعتق الكورة غادي عند لعاب لك يشوف المصار دي الكورة غادي عند لعاب لك انت عنده المهمة دي لانه يكون عنده الحراسة من اي من برقوق وهذا هو مونال حدا دي بحل ملاعبش بحل قلز في ابتيلان كي تفرج وصالح بقب معزو البونو مرح تم ما صالح مرح تم ما صالح مرح تم ما صالح هاد دي كورح عاد بونو وصالح كملها وش ماركات إذا الأمر واضح اللي كوضح باللي كورة بنت ليا خارجة المسئولية المسئولية اللي كانت اللي قال عليها المدرب بأنه ما عرف صالح ليش كان خاوي في الكاري دي زويس ها احنا ده بتخيبير اهو هاد نار لي كان دار بند وصحه فيه واحد خالي ووزيتش بر الهازي ما قالك بانه مشي ولا غلط وحمل مسؤولية اللعابة وش حال من اللعاب مسيكين هلكو المدرب حرقهم على الجمهور منهم ضرقوق ومنهم الحداري وعادي حيات الجمهور والاعلام مشي لعاب ما موجوش كي طالبوا منه انهو ميلعبوش المدرب هو كان معكس كي لعبهم في الاخر خلانا في هذه الحالة اهوه سبحان الله نجم منه وكاس افراقية اللي جاي نكونوا مزيانين حيات كاس افراقية اللي جاي ما يكونش بحل كاس العالم من طبيب الحال كين تيرانات كين تحكيم كين بزام دي الحوش اللي كيكونوا خائبين الجوم كامل ما كيساعدش بش تير ماتشة بحل كاس العالم مثلا على كل حالة الاخوان طلقوا ان شاء الله في حلقة اللي جاي اياهو